مناسبة يوم الصمود الوطني الذي أصبح بالنسبة للشعب اليمني وللقوات المسلحة محطة سنوية لتأكيد التلاحم الشعبي والصمود في وجه العدوان وإلى الإحصائيات أولا الغارات بلغ إدمال ما تعرض له اليمن من غارات جوية من قبل تحالف العدوان أكثر من 266 ألف غارة و 510 غارة منها ما يقارب ألف غارة منذ بداية العدوان و 21 إجمالي عدد الغارات منذ اليوم الأول العدوان هو ما تم رصده من قبل الجهات المختصة وننوح هنا إلى أن هناك المئات أو ربما الآلاف من الغارات لم ترصد لا سيما خلال عام 2015 وكذلك عام 2016 معظم هذه الغارات استهدفت المواطنين اليمنيين والقرى والمنازل والمدن والطرقات والمنشآت والمساجد وكذلك المنشآت الخاصة والعامة وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين وستكشف الجهات المختصة لإحصائيات المتعلقة بالجرائم وكذلك بالشهداء والجرحى والتداعيات والأضرار ثانيا استهداف القوات المسلحة اليوم وبعد ست سنوات من المواجهة نؤكد أن تحالف العدوان الذي شاركت فيه أكثر من سبعة عشر دولة شن عدوانه على اليمن وهجومه العسكري البحري والبري والجوي في الوقت الذي لم تكن فيه القوات المسلحة اليمنية في حالة جهوزية عسكرية للتصدي لأي هجوم خارجي كانت الجاهزية في معظم الوحدات العسكرية لا تزيد عن خمسة وعشرين في المائة وبفضل الله تعالى وعونه تمكننا من التصدي للعدوان وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يراهن على احتلال اليمن خلال أيام كان السيد القائد يحفظه الله سيد عبد الملك مدردين الحوثي يؤكد أننا نراهن على الله ونتوكل على الله وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع استسلام اليمن خلال أيام أو بالحد الأقصى خلال أسابيع ها نحن اليوم على أعتاب العام السابع من الصمود ندافع عن بلدنا وعن شعبنا ونؤكد مضينا في طريق الحرية والاستقلال ترجمة نانسي قنقر